اشتركوا في القناة كل إنسان في العراق بياناً أو تصريحاً صحفياً أعلامياً يقول فيه إنه أكثر من عشرة ملايين عراقي تحت خط الفقور ربما لا يشكل هذا الخبر لدينا أو لدى كل المتابعين لشأن العراقي أي مفاجأة بالعكس يعني هذا لا يشكل الحقيقة الحقيقة يعني واقع الحال لا يشكل هذا الخبر هو الحقيقي يعني هذا الرقم لا يشكل الحقيقة الرقم يتجاوز الـ 13 مليون عراقي تحت خط الفقر وتحت خط الفقر بمعنى أن واردهم اليومي لا يزيد عن دولارين والدولارين ربما لا تزيد عن 3000 دينار عراقي هذه 3000 دينار العراقي يعني لا تأتي بشيء يعني إذا كانوا يبغون أن يعيشون فيها تدبر حياتهم لا يمكن أبداً لأنه الآن يعني مستوى التضخم ومستوى الأسعار في العراق غريب عجيب وهذه 3000 دينار لا تسوي شيء النهائي فبالتالي هؤلاء يعيشون على المساعدات ويعيشون على كثير منهم يأكلون من المزابر مع الأسف الشديد في بلد يتباهى الذين يحكمونه بأن موازناتهم مليارية لكن هذا البلد الغني بثرواته وبنفطه وكل ثرواته وأمثر وفيه الشعب العراقي شعبه ثرواته كلها مع الأسف مهدرة وتذهب للآخرين مع الأسف الشديد لذلك يعني الرقم قليل جداً 10 ملايين لا الرقم أكثر من هذا وذلك التخطيط تقول أنه عدد الفقراء في العراق 25% نسبته من الشعب العراقي يعني ربع سكان العراقيين في حوالي ربع أو أكثر من ربع سكان العراقي إذا كانوا يعني أكثر والله من ربع يعني ربع سكان العراقيين يتحدثون عنهم أنهم هم ذول فقراء لكن واقع الحال لا الشعب العراقي أكثر من 80% من عنده من الفقراء و20% هي الطبقة وأقل من 20% هي الطبقة التي تحكم من أحزاب وقوى سياسية وميليشيات هي التي متحكمة بالأموال وتعيش على أموال العراقيين وتمتصدي معهم والشعب يعيش يعني الفقر والمأساة أزمات اقتصادية أزمات سياسية أزمات اجتماعية أزمات نفسية ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار الخفاظ الدينار تضخم عالي أسعار السلع كلها واسعار المواد الغذائية غالية جدا العراق لا يمتش شيئا كلها مستورد وكلها بالدولار وبالتالي تقاس بالدولار وتنزل الأسواق بأسعار عالية وعلى المواطن يشتريها لدوية الأكل والشرب وكل شيء يحتاج المواطن بأسعار عالية والكهرباء والخدمات كلها يشتريها إذا كان يريدي يعني عنده عند أموال هو ما عنده فأغلب هذه السلع المطروحة هو لا يتعامل معها ومع ذلك ما قادر يعيش المستوى المعيشي متراجع جدا جدا للفرد والأسرة العراقية فساد هناك ملايين من المتقاعدين يعيشون يعني فقر فقر كبير وملايين من الخريجي الكليات عاطلين عن العمل أيضا يعيشون حالات الفقر وفقر شديد جدا والذول اللي يحكمون يتباهون بأنه المليارات تأتينا من النفط ومن بيع نفط أكثر من يعني أكثر من خمسة يعني من خمسة إلى سبعة آلاف من خمسة آلاف إلى سبعة آلاف حي عشوائي في العراق وأحياء كبيرة مناطق كبيرة جدا عشوائية فقط بغداد أكثر من 3500 حي عشوائي الناس فيها تعيش بفقر ومخدرات ومصائب وخدمات ممنوعة ومدارس غير موجودة ومستوى تعليمي هابط وبالتالي البلد يعيش كارثة كبيرة جدا جدا وهم يتحدثون عن ازدهار وعن مجيئهم من أجل المظلومية وأنهم جاءوا لازدهار العراق وبالتالي العراق من سيء إلى أسوأ من 20 سنة أكثر من 20 سنة العراق دخل نفق مظلم يعني حتى الناس بدأت تترحم على أيام الحصار عاش أهل العراق عاشوا حصار لمدة 13 سنة كان حصار شديد جدا جدا حقيقي وكل الدنيا حاصرت العراق وكانت حبة الدواء ممنوعة على العراق القلم الرصاص ممنوعة على تلاميذ العراق الدغتر الكتاب كل شيء ممنوع ولو كانوا يستطيعون أن يمنعون الهواء لمنعهم وكلكم تذكرون يعني خلال تلك الفترة العراق خسر وما لا علاقة بنظام تركونا من النظام بعد 21 سنة يتحدث عن النظام نظام سابق وكذبة كبيرة وعيد لكن فقد العراق نحن نتحدث عن العراق فقد نحو مليون مواطن عراقي قضوا في تلك الفترة أكثر من 500 ألف منهم من الأطفال بسبب الدواء والحليب غير متوفر لهم هذه كارثة الناس الآن تتحصر على تلك الفترة ترى تلك الفترة حتى في الحصار أحسن من هذه الفترة التي يعيشونها وين البحبوحة التي يقولون يعني جئنا من أجلها حتى يزدهر العراق خدمات غير متوفرة حياة فوضى في كل شيء خوف كبير العراقيين بين مهجر ومهاجر ونازح وفقير ومريض ومخدر كارثة كبيرة حقيقة يعيشها العراق لكن أمريكا هذا هو النموذج التي تريدها وإيران تدعمها في ذلك لكي يبقى العراق ضعيفا وهذه هي الكارثة الكبيرة التي يعيشها العراق وبالتالي أن يكون عشر ملايين مثل ما يقول المركز التراتيجي لحقوق الإنسان في العراق عشر ملايين عراق تحت خط الفقر هذا وضع طبيعي جدا جدا في بلد مثل هذا مثل العراق عايش على الفساد الفساد بأكبر مؤسسة يعني موجودة وتشتغل والكل يخدم هذه المؤسسة فساد وخراب ودمار وهضم للحقوق عدالة اجتماعية غير موجودة وبالتالي العراق يعيش مأساة كبيرة وهذا الرقم مثل ما قلنا العشر ملايين عراقي تحت خط الفقر هو أقل من واقع الحال الواقع يشير إلى 13 مليون وأكثر وواقع الفقراء في العراق يشير أكثر نسبتهم أكثر مما تتحدث عن وزار التخطيق وتقول 25% النسبة أكبر بكثير قد تتجاوز 75% وقد تتجاوز 80% العراقين كلهم فقراء لا يملكون شيئا إلا من كان في السلطة وبحزاب السلطة وميليشيات السلطة هذه الأموال لهم أما حتى الموظف هذا الذي يدعون أنهم أعطوه رواتب ولا يستطيع أن يوجر بيتا لا يستطيع أن يصرف على نفسه بشكل طبيعي لا يستطيع أن يعلم أطفاله بشكل طبيعي لا يستطيع أن يتداوه بشكل طبيعي كل هذه مطلوبة من عنده والقائمة طويلة من الطلبات لا يستطيع أن يوفي بها وراتبة لا يكفي والتضخم عالي والأسعار عالية وبالتالي نرى هذا هذا الحال السيء الذي يعيشها العراق مع الأسف الشديد هذا بلد الثروات بلد الخيرات بالتالي شعبه يعيش الفقر وهو يقف على أغنى قطعة أرض في العالم مع الأسف الشديد وهم يتباهون بأنه يصدرون النفط وهم عايشين في بحبوحة يعني لم يكونوا يحلمون بها ومن يريد أن يتأكد من ذلك ليسأل هذه الأحزاب والقوى عندما جاءت 2003 ماذا كانت تملك والآن ماذا تملك الشخصيات والقوى كل ذلك العملية السياسية ماذا كانوا يملكون والآن ماذا يملكون ومن أين لهم هذا هذا كل من الشعب العراقي وهذا الرقم اللي صار تحت خط الفقر كله برقابهم مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة أعزائي المشاهدين قد انتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة